أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية أنه بعملية استخبارية خاصة تميزت بالتخطيط العالي الدقة تمكنت مفارز الاستخبارات في قيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون من قوات الحجر الشعبي ومشاركة طيران الجيش من الإقاع بمجموعة إرهابية في سلسلة جبال حمرين بمحافظة صلاح الدين يقودها الإرهابي الخطر المدعو الطالب جرو وقتله مع أربع من معاونيه وأضف البيان أن طيران الجيش دمر جميع أوكارهم في المنطقة ذاتها اشتركوا في القناة